تراتي معاد موجز للعنباء بصحب الزبنة تهلا الحمالة شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات شركة بريتش بيتروليوم البريطانية المتنامية في مصر كذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم بيرنرد لوني حيث أشار الرئيس السيسي إلى الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترولي والغازي والطاقة المتجددة من جانبه استعرض رئيس الشركة بريطانية خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة موضحا أنها تبلغ ثلاثة ونصف مليار دولار وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين وخلال اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق صدق الرئيس السيسي على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام الف وتسعمائة واثنان وخمسين إلى المستفيدين من الصندوق كما صدق الرئيس أيضا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع حاولت مجددا مهاجمت كتيبة سلاح المدرعات بالعاصمة السودانية ما أصفر عن مقتل عدد من عناصر الدعم السريع وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد وصل إلى قاعدة فلامينجو البحرية العسكرية بولاية البحر الأحمر مؤكدا أن الجيش مستمر في القتال قال رئيسه بعثت الأمم المتحدة في مالي إن المرحلة الثانية من انسحاب قوة حفظ السلام التي بدأت ستكون صعبة للغاية بسبب الجدول الزمني الضيق والظروف الأمنية واللوجستية من جانبه أكد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أمام جلسة مجلس الأمن حول مالي أن روسيا ستواصل تقديم مساعدة شاملة لمالي وغيرها من الشركاء الأفارقة الذين يبدون اهتماما وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في يونيو لإنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي بعد أن طلبت السلطات فجأة من القوة التابعة للأمم المتحدة هناك مغادرة البلاد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نشر الآلاف من الطائرات المسيرة خلال العامين المقبلين لمواجهة التفوق الصيني على مستوى العدد وكمية العتاد العسكري وقالت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس خلال مؤتمر للتقنية العسكرية في واشنطن تفوق الأساسي للصين هو الكمية لكن التخطيط لمواجهته سيكون أصعب دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز قوة بلاده البحرية وفي خطاب ألقاه بمناسبة يوم البحرية اتهم كيم الولايات المتحدة بتحويل المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية إلى المياه الأكثر اضطرابا في ظل خطر نشوب حرب نووية يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي منورات درع الحرية بهدف تعزيز ردهم المشترك على تهديد كوريا الشمالية النووية والصاروخية اشتدت قوة العاصفة الأستوائية إيداليا لتتحول إلى إعصار في طريقها نحو ولاية فلوريدا الأمريكية التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعصير السنوي وأعلن حكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس حالة الطوارئ في أكثر من 45 مقاطعة كما صدرت أوامر لألاف الأشخاص في المناطق المنخفضة من الإخلاء انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل